كيف اروض نفسي على الاخلاص لان النفس تأبى الاخلاص تأباه لان النفس شهوة النفس ومراد النفس حظ النفس ومتح الناس نفسك عايزة كده تريد كده تريد حظها من العمل عايز يستمتع عايز يمشي على مزاجه عايز يعمل اللي يعجبه عايز يستمتع برغباته واهوائه دي النفس وعايز يستمتع بحب الناس ليه ومتح الناس ليه وتناء الناس عليه ورفع الناس مقامه وتعظيم الناس ليه هي دي النفس الاخلاص لا دي ولا دي والاخلاص لازم تتخلص من دي ودي لازم تتخلص من حظ النفس في العمل وتتخلص من حبك لمتح الناس ومن رؤية الناس ليك اخراج الناس من بينك وبين ربنا عشان تتخلص من الاتنين دول معاناة محتاجة ترويض وطول صبر وكسر الجهد وعمل كبير عشان تقدر تحرر الاخلاص ولا يقبل عند الله الا الاخلاص وما تنساش ابدا حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم للرجل اللي قال له الرجل يقاتل في سبيل الله يريد الاجر والذكر وياخد اجر الشهادة والذكر وعايز يذكر بعد موته الناس يقوله كان شجاع وبطل وما تشهيد فما له قال لا شيء له ان الله لا يقبل من العمل الا ما كان خالصا وابتغي به وجهه عشان كده قلنا على هذا فقس اللي صايم عشان الرجيم او عشان بيبقى بطنه مرتاحة ودمغه رايقه هو صايم وعشان الاجر ياخد يباعد بينه وبين النار خندقا فما له لا شيء له هو سهران بيذاكر عشان في السنوية العامة او في الجمعة او سهران عشان تعبن مريض فقال لك بالمرة لأ نفسه بينام فقال عشان فوق او متوضى وصل ركعتين فصل ركعتين عشان يفوق وعشان الاجر فما له ما بتنطقوش ليه خايف ليه لان معظم احوالك كده انك بتعملها لله وغيره وقد قال الله في الحديث القدسي انا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا واشرك فيه غيري تركته تركته هيسيبك ما يعرفكش تركته هو شركة فلذلك نخلي بالنا جدا بالاخلاص ونروض النفس عليه